الوقت لايف عشان تبقوا في قلب حدث معنا بنسعى ونجيب لكم دائما وابدا كل ما هو حصري ولحظة بلحظة قدام حضاراتكم تدريب منتخبنا القومي اللي يمكن كمان يعني لأول مرة تحت قيادة فيتوريا طبعا الموديل الفني الجديد لمنتخبنا الوطني قادي الاستعدادات وقادي اللعبين وقادي التجهيذات الخاصة بمنتخبنا ويمكن كان في مران كمان صباحي وللأسف تعرض في دونجا للإصابة وغادر خلالها المنتخب أو للعبين اللي ينكم غادروا المنتخب نتمنى له الشفاء العاجل للإصابة في مران اليوم قدام حضاراتكم اللقاطات دي مباشرة وحصرية لمران منتخبنا الوطني الأول ببرج العرب تحت قيادة فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني كل اللعبين قدام حضاراتكم المخترين وبالتأكيد كل عايز يثبت الأداء الجيد كل ده طبعا الشناوي طبعا قدام حضاراتكم دي القايمة الأولية ولسه في قايمة تانية هتبقى يوم 17 الراجل طبعا لسه هينضموا اليوم المحترفين كمان الراجل حاب يشوف كل اللعبين اللي يمكن شايف انه هم متأسم فيه منه بما يمداري ومسروا المنتخب قدام حضاراتكم وجوه جديدة زي ميسي ومحمود حمادة وناصر منسي كمان قدام حضاراتكم دي كلها وجود لأول مرة ممكن تشوفوها مع المنتخب وعيسى كمان اهو ومحمد إبراهيم كل اللعبين قدام حضاراتكم وفيها وجوه جديدة كتير جدا وده كله مروان الحمدي اهو كمان كل ده حابب يثبت ذاته قدام فيتوريا عايز يقوله انا موجود والكل قدام فيتوريا هو في اختبار وطبعا كابتان ام العبازيز المدرب العام الجديد ليه منتخب مصر والمساعد ليه فيتوريا كل ده الشكل ده اللي قدام حضاراتكم ده هو شكله كله حابب انه يكون الافضل مفيش لعب قدام حضاراتكم مش حابب يكون الافضل قدام فيتوريا عشان يثبت نفسه يبقى له مصيب في تواجد في تشيلة منتخبنا الوطني شكرا